بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم في موضوع الضغط التشغيلي في شوط الدفع وشوط الرجوع للأسطوانة الهايدرلكية Operating pressure in extension and retraction cylinder stroke في هذا الشكل في الأعلى يبين شوط الرجوع وما يسمى بي retraction stroke أما في الأسفل فيمثل extension stroke الأسطوانة الهايدرلكية تحتوي على فتحتين الأسطوانة في الأعلى الفتحة الموجودة على اليسار عادة ما تسمى بالفتحة A أما الفتحة في الجهة المقابلة فتسمى بالفتحة B وبنفس الطريقة بالنسبة لتسمية الفتحتين في شوط التمدد إذن هذه الفتحة A وهذه الفتحة B في شوط retraction stroke شوط رجوع الأسطوانة للخلف يدخل السائل الهايدروليكي من البوابة B إلى داخل الأسطوانة الهايدروليكية طبعا يدخل إلى هذه المنطقة هذه المنطقة تسمى بـ road int بمعنى المنطقة التي تحتوي على ذراع المكبس يقوم السائل الهايدروليكي بدفع المكبس من الخلف أما في هذه المنطقة هذه المنطقة تسمى بـ piston int أو المنطقة التي تحتوي على المكبس فيقوم المكبس به دفع السائل الهايدروليكي فيخرج من الفتحة A باتجاه الخزان الهايدروليكي ولكن بعد أن يمر بصمام التحكم التوجيهي بالنسبة للشكل في الأسفل الذي يمثل شوط الدفع أو شوط تمدد الأسطوانة للأمام يدخل السائل الهايدروليكي من الفتحة A قادما من المضخة يدخل إلى منطقة البستون int المنطقة التي تحتوي على المكبس يقوم هذا السائل بدفع المكبس إلى الأمام السائل الموجود في هذه المنطقة والتي تسمى بالرد int تخرج من الفتحة B باتجاه الخزان ولكن بعد المرور بصمام التحكم التوجيهي إذن بعد أن فهمنا ما معنى شوط التمدد وشوط الرجوع دعونا نفهم الآن المسألة المطلوب حلها هذا عبارة عن نظام هايدروليكي بسيط في هذا النظام الهايدروليكي يوجد هنا مضخة ثابتة الإزاحة يتم تشغيلها بواسطة متور كهربائي هذا خط السحب الذي يسحب السائل من الخزان باتجاه بواب الدخول المضخة هنا على مخرج المضخة مباشرة يوجد جهاز قياس ضغط براشر جيج طبعا لاحظ هنا مقدار قراءة البراشر جيج هنا مجهولة مطلوب أن نحددها أو نحسبها هنا يوجد البراشر ريليف فال صمام التحكم أو صمام حد الضغط الذي يقوم بحماية الدائرة الهايدروليكية ومكونات الدائرة الهايدروليكية من ارتفاع الضغط عن حد معين هذا الخط هو خط راجع إلى الخزان ولكن بعد أن يفتح صمام حد الضغط هذا صمام الديركشنال كنترول فال صمام التحكم أو التوجيه أو الاتجاه طبعا لاحظ هنا صمام التحكم التوجيه موجود في هذه الوضعية لاحظ الذراع مدفوعة إلى الأعلى يوجد أربع فتحات الفتحة B وهي الفتحة المتصلة مع المضخة والفتحة T في الأسفل وهي الفتحة المتصلة مع الخزان مع التانك وفي الجهة المقابلة يوجد فتحتان الفتحة في الأعلى هي فتحة A والفتحة في الأسفل الفتحة B وهتان الفتحتان متصلتان مع فتحتين الأسطوانة الهايدروليكية لاحظ هنا يدخل السائل الهايدروليكي إلى الأسطوانة الهايدروليكية من منطقة المكبس أو نهاية المكبس البستون إنت يدفع السائل المكبس إلى الأمام يخرج السائل من منطقة الرد إنت من البوابة B عائدا إلى الخزان الهايدروليكي ولكن بعد أن يعبر صمام التحكم التوجيهي وأيضا بعد أن يعبر هذا المرشح أو هذا الفلتر لاحظ هذا الفلتر راكب على خط الراجع لهذا يسمى بReturnLineFilter أو فلتر خط الرجوع هذه الأسطوانة الهايدروليكية قطر المكبس هو 10 سنتيمتر بينما قطر ذراع المكبس small d هو 4 سنتيمتر مطلوب لهذه الأسطوانة الهايدروليكية أن تدفع هذا اللود الذي يزن أو كتلته 1500 كيلوغرام لاحظنا هذا الشوط يسمى شوط التمدد أو extension stroke لأن ذراع الأسطوانة تندفع إلى الأمام لاحظنا بالنسبة للوضعية الموجودة عليها صمام التحكم التوجيهي يمكن تمثيل هذه الوضعية من خلال رسم هذا المستطيل وتمثيل الأربع فتحات الموجودة على هذا الصمام في الأسفل هنا الفتحة P المتصل مع المضخة والفتحة الأخرى هي فتحة T المتصل مع التانك لاحظنا في الأعلى هذه الفتحة هي الفتحة A المتصل مع الفتحة للأسطوانة الهايدروليكية A والفتحة الثانية الفتحة B المتصل مع الفتحة الأخرى للأسطوانة الهايدروليكية لاحظ السائل الهايدروليكي عندما يدخل صمام التحكم التوجيهي يتحرك من الفتحة B إلى الفتحة A أما السائل الراجع من الأسطوانة الهايدروليكية يدخل من الفتحة B ويندفع باتجاه الخزان إذن هذه الوضعية هذا البوزيشن يسبب ما يسمى بالإكسينشن ستروك أو شوط التمدد في هذا الشكل في الأسفل تم الضغط على ذراع تشغيل صمام التحكم التوجيهي للأسفل فتم تغيير وضعية هذا الصمام طبعا يمكن تمثيل هذه الوضعية الثانية للصمام التوجيهي برسم مستطيل وتمثيل الأربع فتحات بنفس الترتيب الموجود في الأعلى إذن هذه الفتحة B، هذه الفتحة T، هذه الفتحة A، وهذه الفتحة B لاحظنا السائل الهايدروليكي القادم من المضخة يدخل من الفتحة B باتجاه الفتحة B إذن نرسم خط وسهم من الفتحة B باتجاه الفتحة B أما السائل الراجع من الأسطوانة الهايدروليكية فيدخل من الفتحة A ويتحرك باتجاه الفتحة T عائدا إلى التانك إذن هذه هي الوضعية رقم 2 إذن هنا يوجد لهذا الصمام التوجيهي وضعية 2 هذه الوضعية رقم 2 أما في الأعلى فهذه الوضعية رقم 1 لاحظ هنا بنفس الطريقة هنا المجهول مطلوب أن نحدد كم مقدار قراءة الضغط التشغيلي لهذا النظام الهايدروليكي ولكن في شوط الرجوع إذن مطلوب قراءة الضغط التشغيلي في شوط التمدد وشوط الرجوع هل يكون مقدار الضغط متساوي أم يكون أحدهما أكبر أو أقل من الآخر هذا ما سنتحدث عنه في هذا العرض التقديمي دعوني أذكر بالنسبة للعرض التقديمي السابق كنت أتحدث عن السرعة التي تندفع بها الأسطوانة الهايدروليكية قلنا أن الأسطوانة الهايدروليكية تندفع بسرعة وهذه السرعة تعتمد على مقدار التدفق فكلما زاد مقدار التدفق تزداد السرعة ولكن ذكرت أن سرعة تمدد الأسطوانة إلى الخارج تكون أبطأ من سرعة رجوع الأسطوانة للخلف بمعنى عند ثبات مقدار تدفق المضخة أو تدفق الذاهب إلى الأسطوانة الهايدروليكية دائما وأبدا كقاعدة عامة سرعة تمدد الأسطوانة تكون أقل من سرعة رجوع الأسطوانة وذكرت السبب في العرض السابق دعونا الآن نتعامل مع المسألة هنا شوط تمدد الأسطوانة الهايدروليكية لاحظ صمام التحكم التوجيه موجود بحيث فتحة البيم التصل مع A وفتحة البيم التصل مع فتحة T إذن هنا يوجد شوط يسمى شوط التمدد أو extension stroke مطلوب هنا أن نحدد كم قراءة الضغط التشغيلي طبعا الضغط التشغيلي مفهوم الضغط التشغيلي هو الضغط الذي يؤدي إلى دفع هذا اللود إلى الأمام أو إرجعه إلى الخلف طبعا نتذكر القاعدة أو القانون الذي يربط الثلاث متغيرات وهي الضغط pressure والforce القوة أو اللود والarea وهي مساحة الأسطوانة لاحظونا بالنسبة للوحدات بالنسبة للforce أو القوة أو اللود لاحظونا نتعامل بوحدة الكيلوغرام قوة بالنسبة للarea هنا هي مساحة المكبس وهنا الوحدة تكون بالسنتيمتر مربع واعتمادا على هاتين الوحدتين تكون الوحدة للضغط طبعا قيمة الضغط هي المجهول في هذه المسألة تكون بوحدة الكيلوغرام لكل سنتيمتر مربع وذكرت فيه عرض سابق أن الواحد كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع تقريبا تساوي واحد بار إذن هنا المجهول هو قيمة الضغط إذن مطلوب أن نحسب الضغط التشغيلي إذن ببساطة حسب العلاقة بين الثلاث متغيرات إذن الضغط بوحدة الكيلوغرام لكل سنتيمتر مربع يساوي اللوت القوة أو ثقل هذا الجسم مقسوم على المساحة بوحدة السنتيمتر مربع لاحظ بالنسبة للمساحة في شوط التمدد كما ذكرت في العرض السابق في شوط التمدد السائل الهايدوليكي عندما يدخل إلى الأسطوانة طبعا هذا السائل يواجه المساحة كاملة للمكبس وقطر المكبس هنا هو كابتل D وقيمة كابتل D هي 10 سنتيمتر كما هو مبين في الشكل إذن بالنسبة لحساب المساحة للأسطوانة هنا نحسب مساحة المكبس كاملا إذن باي مضروبة في D تربية مقسومة على أربعة قيمة باي هي القيمة التقريبية أو لنسبة وهي 3 و 14 مضروبة في دياميتر أو قطر المكبس وهو 10 مربع هذه كلها نقسمها على أربعة تكون مساحة مكبس الأسطوانة هي 78.5 سنتيمتر مربع إذن تم حساب مقدار الأيريا بالنسبة للود معروف 1500 كيلوغرام وهي الكتلة التي يجب دفعها بواسطة ذراع الأسطوانة إذن نعود الآن إذن الضغط يساوي اللود وهو 1500 كيلوغرام قوة مقسومة على مساحة المكبس وهي 78.5 إذن القراءة أو قيمة الضغط التشغيلي تكون تقريبا 19 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع بمعنى مقدار هذا الضغط تقريبا 19 بار إذن هنا نقول أن ساعة قياس الضغط في هذا الرسم الهايدروليكي هي تقريبا 19 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع لاحظ هنا هذه الوحدات تسمى وحدات مترية لأننا نتعامل مع الكتلة بوحدة الكيلوغرام ومع الطول بوحدة السنتيمتر إذن هنا نقول أن الضغط التشغيلي في شوط تمدد هذه الأسطوانة قيمته هي 19 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع دعونا الآن نجري نفس الحسابات ولكن لشوط الرجوع طبعا حتى يتم تحقيق شوط الرجوع لهذه الأسطوانة الهايدروليكية يجب دفع الذراع للأسفل حتى يتغير الوضع الموجود عليه صمام التحكم التوجيهي لاحظ هذا الوضع لصمام التحكم التوجيهي عادة ما يسمى بالوضع المتعاكس أو المتصالب بينما في شوط التمدد هذا يسمى للوضع المتوازي لاحظ بالنسبة لاتجاه حركة السائل الهايدروليكي داخل صمام التوجيهي هنا متوازي وهنا متعاكس أو متصالب إذن هنا عندما تم دفع ذراع الصمام التحكم التوجيهي للأسفل تم تغيير وضعية هذا الصمام التوجيهي السائل القادم من المضخة يدخل من الفتحة بي للصمام التوجيهي ولكن يخرج من الفتحة بي الآن يندفع السائل باتجاه الأسطوانة يدخل من الفتحة بي للأسطوانة يدخل إلى منطقة الرد إنت يدفع المكبس إلى الخلف السائل الموجود في البستون إنت يندفع خارج البوابة A باتجاه الخزان الهايدروليكي ولكن بعد أن يدخل من الفتحة A لصمام التحكم التوجيهي ويخرج من الفتحة T وقبل أن يعود إلى الخزان يمر عبر هذا المرشح أو هذا الفلتر يتم تنقية السائل من الشوائب المترسبة به إذن هنا نقول يوجد لدينا Retraction Stroke أو شوط رجوع للأسطوانة الهايدروليكية دعونا ننتبه هنا بالنسبة للمساحة التي يجب أن نحسبها كما ذكرت المثلث الذي يربط العلاقة بين الضغط والقوة والمساحة إذن ال-P هنا وهي المجهولة هنا قيمة force upload نقصومة على الarea لاحظ في شوط رجوع الأسطوانة إلى الخلف عندما يدخل السائل من الفتحة به طبعا لاحظ لا يواجه المساحة الكلية للمكبس وإنما يواجه مساحة أقل وسبب نقصان هذه المساحة هي وجود مقطع ذراع المكبس إذن لاحظ في شوط الرجوع المساحة التي يجب أن يتم حسابها والتي تسمى بالمساحة الـ Active الفعالة هي هذه المساحة ونستثني هنا مساحة مقطع الذراع إذن بنفس الطريقة حتى نحسب قيمة الضغط بوحدة الكيلوغرام لكل سنتيمتر مربع نقول ساوي اللود مقسومة على الـ Area اللود بوحدة الكيلوغرام والـ Area هنا بوحدة سنتيمتر مربع لاحظ بالنسبة لقطر ذراع المكبس قطره هو small d 4 سنتيمتر بينما قطر المكبس هو 10 سنتيمتر إذن حتى نحسب المساحة الفعالة في أثناء شوط الرجوع نقول المساحة هي ليست مساحة المكبس وإنما تكون مساحة أقل إذن نقول buy مضروبة في الفرق بين قطر المكبس وقطر ذراع المكبس مربع مقسومة على أربعة إذن buy 14% مضروبة في capital D 10 و small d 4 مربع الكل مقسومة على أربعة إذن المساحة الفعالة هنا أو الـ Active Area هي 28.13 سنتيمتر مربع لاحظ لو عدنا إلى المسألة التي تسبقها لاحظ كانت مقدار المساحة هي 78.15 سنتيمتر مربع إذن لاحظ الآن نستطيع التعويض مباشرة نقول الضغط يساوي مقدار اللود أو القوة 1500 كيلوغرام قوة نقسومة على المساحة الفعالة وهي 28.13 تقريبا 53 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع يعني تقريبا 53 بار إذن هنا تكون قراءة ساعة قياس الضغط الضغط لبرشير جيج هي 53 والوحدة هي وحدة الكيلوغرام لكل سنتيمتر مربع إذن لاحظ هنا قراءة ساعة قياس الضغط في شوط رجوع الأسطوانة يختلف عن قراءة ساعة قياس الضغط في شوط التمدد حتى نلخص الحل لهذه المسألة لاحظ هنا في الأعلى هنا شوط التمدد extension stroke لاحظ مقدار قراءة ساعة قياس الضغط كان 19 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع بينما في الشكل السفلي والذي يبين شوط retraction أو شوط الرجوع للأسطوانة الهايدوليكية كان مقدار الضغط التشغيلي أعلى وقيمة هذا الضغط هو 53 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع إذن لاحظ كقاعدة عامة هنا دائما وابدا يكون قراءة ساعة قياس الضغط في شوط التمدد أقل من قراءتها في شوط الرجوع طبعا يمكن تفسير هذه النتيجة رياضيا لاحظ عندما نقول أن الضغط البرشر يساوي اللود أو الفورس أو القوة مقسومة على الاريا لاحظ هنا بالنسبة للفورس قيمته ثابتة سواء كان في شوط التمدد وشوط الرجوع ولكن هنا الاختلاف في قيمة مساحة الأسطوانة فكما ذكرت مساحة الأسطوانة في شوط التمدد تكون المساحة الكلية للمكبس تكون مساحة كبيرة أما في شوط رجوع الأسطوانة تكون المساحة أقل إذن لاحظ هنا هذا الكسر عندما ترتفع قيمة A مع ثبات قيمة F إذن قيمة B قيمة B تقل إذن لاحظ هنا بما أن المساحة موجودة في المقام إذا ارتفعت قيمة المقام وهي المساحة إذن قيمة الضغط تنخفض لأن قيمة هذا الكسر تقل بينما لو نقصت قيمة المساحة A الموجودة في المقام طبعا هذا الكسر في حال نقصان المقام قيمة ترتفع إذن يزداد الضغط إذن هذا تفسير اختلاف الضغط التشغيلي ما بين شوط التمدد وشوط الرجوع رياضيا لاحظنا لو سألنا لو اختلف الضغط التشغيلي على سبيل المثال ليكن في إحدى المرات على سبيل المثال 20 جالون لكل دقيقة وحسبنا مقدار الضغط التشغيلي لشوط التمدد وشوط الرجوع وفي الحالة الثانية قمنا بزيادة مقدار تدفق المضخة بحيث يصبح 30 جالون لكل دقيقة هل زيادة مقدار تدفق المضخة يؤثر على قراءة ساعة قياس الضغط؟ طبعا الإجابة ببساطة لا يوجد هنا تأثير السبب هنا أن العلاقة الرياضية لحساب قيمة الضغط هي P تسهوي اللود على الأيريا لاحظونا في هذه العلاقة لا يوجد أي ذكر لمعدل التدفق طبعا كما ذكرت في العرض السابق معدل التدفق دوره فقط هو تحديد السرعة التي تتحرك بها الأسطوانة الهايدريكية إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لقراءة ساعة قياس الضغط أو الضغط التشغيلي في شوط التمدد وشوط الرجوع شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته